اشتركوا في القناة والدليل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجِتَنِي بُالطَّاغُوتِ هذا فيه أن دين الأنبياء واحد وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله ويأمرون بالكفر بالطاغوت بل لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وَلَقَدْ بَعَثْنَا يعني والله لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَيْ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ رسولًا ما هذا البعض أن يعبدوا الله أي وحدوا الله وقلنا معنا يعبدون يوحدون واجتنبوا هذا أبلغ في الزجر والبعد عنهم يعني اجعلوهم في جانب وأنتم في جانب واجنبني وبنيا نعبد الأصنا واجتنبوا الطاغوت أحسن ما قلنا في تعريف الطاغوت هذا الكلام الذي نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن الطاغوت عام في كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ما تجاوز بالعبد حده من معبود تجاوز الحد في الأشجار والأحجار وصار يعبدها من دون الله فقد جعلها طواغيت تجاوز الحد في العلماء وأطاعهم في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالفات فقد جعلهم طواغيت تجاوز الحد في الأمراء والسلاطين والملوك وأطاعهم في معصية الله فقد جعلهم طواغيت ما تجاوز بالعبد حده من معبود أحجار وأشجار متبوع علماء سوء مطاع ومراء خارجين عن طاعة الله نعم وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله إذن الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله وقلنا هذا معنى لا إله إلا الله أن تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده ولا شريك له إذن لابد في الشهادة من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله إنني برأ مما تعبدون إلا الذي فطرني نعم افترض الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت ثم بعد هذا الإيمان بالله فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد أو قال أنا لا أقول شيء فهذا ليس بوحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله أي ومحمد العبد الرسول وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله يعني الذي لم يقفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه وماله وهو في الأصل غير موحد نعم ترجمة نانسي قنقر